انا برضو انا مش بتكلم عن الحدث الاني عزيزان بحليم انا بتكلم عن فكرة اذا كنت تبحث عن شريكة الاستراتيجية كنت تبحث عن تحالفات على المستوى السياسي والاتصادي فلا تنظر بعيدا عندك اهو الجار المهم بعد ذلك يتم مع استعادة مصر لادراكها الجغرافي والتاريخي ولمصالحها لوقت طويل سبق كانت المصالح المصرية هي ترجمة باللغة العربية من الانجليزية ترجمة المصالح الامريكية ده في عهد ولا الحمد لله انت لكي تسعد استخلاص مصالحك الوطنية ونهوضك انت الان في بعض السلوكيات كما قلت محاولة استعادة افريقيا اتنين محاولة بناء اقتصاد من نوع مختلف لا ننسى انه انضمام مصر البريكس جرى في قمة جنوب افريقيا البريكس لا ننسى ان جنوب افريقيا العدد سكانها تلت عدد سكان مصر تقريبا او اقل من ذلك هي عضو في قمة العشرين اخوى عشرين اقتصادا في هذا العالم لا ننسى انه نحن مدعوون لترجمة هذه الطريقة الجديدة لانه ببساطة انت لما تقول لي ان في سكة معينة احسن ما انت مشيت في هذه السكة نصف قرن طبعا فانتهت بك من حالق الى الفالق يعني من بلد في قمة اضواء العالم الى زوايا النسيان فانت هنا في النهاية يتوجب عليك ان تغير وان تراجع نفسك خاصة في عالم يتحول مزبوط ولا تبدو فيه امريكا هي الرب المعبود استغفر الله ولا يبدو فيه البيت الابيض كانه الكعبة الجديدة البيت الابيض بيتلطش في اوكرانيا بيتلطش وفي فلسطين بيتلطش وفي اليمن لاحظ حتى في ضق مصالحنا بعض ما يجري في اليمن اثر على قناة السويس رغم ان الهدف هو السفن الاسرائيلية او السفن المتجهة الى اسرائيل لكن بالقصد او بالتداعي اثر على الذهاب الى قناة السويس وعلى مواردها ولا وقتيا تدخل امريكي البريطاني زاد الخطر لانه اصبح بقى بالمندى بمنطقة حرب رسمية ومن ثم زاد الاحجام فهنا علينا على كل شخص على كل فرض وكل دولة وكل سياسة ان تتبع اذا ارادت حفظ مصالحها في هذا العالم الجديد الذي يتحول من قطبية الوحيدة الى عالم تعدد الاقطاب ان يحرص على ان يكون على الاقل بلد كمصر تستحق ان تكون قطبا اقليميا قائدا هذا هو مكانها الذي وهبته لها اقدار الجغرافيا والتاريخ والسوابق فمن ثم احنا نستحق ناميبيا اللي هي دولة لا ترى بالميكروسكوب مجاورة لجنوب افريقيا حين فزعت المانيا لنجدة اسرائيل بعقدة الزنب التاريخية بعقدة ما فعل هتلر باليهود عملت ايه ناميبيا ناميبيا بقيتهم طيب انتوا بتتكلموا عن الابادة الجماعية المانيا ارتكبت اول ابادة جماعية في القرن العشرين قبل الحرب العالمية الثانية ومعواقتا للحرب العالمية الاولى في ناميبيا انتوا خدتوا كل ابنائنا وقتلتوهم فردا فردا صحيح فهنا انت في وضع يمكنك ان تتحرر من اشياء ومن قيود اسقلت كاهلك وخلتك غاطس لوقت طويل جدا وفي نفس الوقت المخاطر التي تزداد في المنطقة امكان اتساع الحرب او النزاع تدفعك ايضا الى مراجعة جوهرية خاصة انه انت في النهاية تعقد الاتفاقات تعقد المعاهدات على ظن انها قد تفيد افادت افادت في بعض الجوانب ثم اصبحت قيدا في معصمها عليك ان تتخلص في الظروف الجديدة مما يمكن التخلص منه انا هنا لا ادعو الى ان تبادر مصر الى حرب طبعا لكن انت انتبه والدوائر الاعمق في هذا البلد منتبهة الى انه قد تفرض علينا حرب في قبل السنوات وإلي ليه احنا قاعدين نتسلح ونشتري ونعمل ونطور الجيش لا ده عشان الردع وحتى لا يجرؤ احد على التفكير الردع الردع له صور يتحدثون احيانا عن استخدام الرشيد للقوة لاحظ اننا نتحدث عن استخدام للقوة في النهاية رشيد او في مقابل الاستخدام المتهول لكن الاستخدام الرشيد للقوة لا يعني عدم استخدام القوة فاذا فرضت عليك فلا بد ان تستعد لملاقاتها خاصة ان التحرش الاسرائيلي زاد تحت عنوان محور فيلاديلف وغيره تقديري الشخصي العملي انهم لن يصلوا الى محور فيلاديلف ليه لانه ببساطة اليوم سحبوا الفرقة 36 من غزة و اللي هاي الفرقة نخبة النخبة لواء جولاني والمستعربين والسادس والسابع وغيره وغيره اللي كي يذهبوا بها الى الضفة الغربي فرغم الصراخ عالي الصوت لدى قادة الكيان بان احنا سنستمر في الحرب حتى 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 وعشرين اربعة وعشرين وغيره لكن المضاقخ في الصورة الاسرائيلية يلحظ ان الخلافات بدأت تدب ثم بدأ صوتها يعلم لاحظ ان بيني جاندس مثلا اللي هو من حزب معسكر الدولة وكان وزيرا سابقا للدفاع وللامن او للحرب اسمه ما شئت و جابي ايزين كوت اللي هو كان رئيس اركان سابق ذهب الى المظاهرات في تل ابيب وفي حافة التي تطالب باسقاط نتانياه لاحظ انه يقاف جالنت وزير الدفاع نفسه رائع الذي يتحدث اليوم بعد ان تحدث نتانياه عن استمرار الحرب طوال عشرين اربعة وعشرين والقضاء على حماس الى اخر كل هذه الاوام هو نفسه الذي قال في الذي خرج من اجتماع لمجلس روزا رغم انه من حزب نتانياه غاضبا واختفى لمدة ساعة من الاجتماع لانهم اه لان الاخرين من نوع سموتريتش وبن غفير وغيره وجدوا في الجيش صيدا سهلا وحملونه كل المصائب فشل في سبع اكتوبر الفشل في غزة الفشل في غيره لاهداف انتخابية فعلامات التشقق في الصورة الاسرائيلية بتتزايد والشروخ تتعمق ايه السبب السبب ببساطة هذه الخسائر البشرية العسكرية هذا الهوان الذي انتهى اليه جيش الاحتلال وصورة فلسطينة هذه المرمضة هو ده هذا هو الجوه الباقي تفاصيل امريكا بناء على ذلك تتحرك او كذا او كذا دي كلها نتيجة انما الاصل في النهاية اصل احباط هذه الحرب واصل تقصير مدتها واصل خلاص منها ان تقاتل وقد اثبت الفلسطينيون سواء الشعب اللي هو جدار المقاومة سمودا استوريا واثبتت المقاومة مقدرة هائلة في فنون القتال وفي الابداع القتالي المزهل وهذا هو الجوهر الذي يؤدي الى تشققات في الداخل الاسرائيلي في الصف القيادي او في التجمع الاسرائيلي نفسه هذا هو الطريق لردع اي حرب بدأ ايزنكوت نفسه اتكلم انه لابد وله ابن سقط في غزة قتيلا وله قريب سقط في غزة قتيلا ابنه كان ضابط في النهاية لابد ان نسلم اننا خسرنا هذه الحرب فعلينا ان نكمن ونعيد التفكير في الصورة ككل وان نسترد اصرانا اولا للحديث بقية للحديث بقية